ما زلنا نتحدث في الجزء أولاً اللي هو مفهوم المحاسبة وأهدافها ووظائفها نتناول الآن وظائف المحاسبة Factions of Accounting في هذه الجزئية نحاول توضيح أو الإجابة على التساؤل الخاص بكيف تقوم المحاسبة بتحقيق أهدافها وهي بيان النتيجة والمركز المالي وما هي الوظائف التي تقوم بها لتحقيق هذه الأهداف لدينا في المحاسبة وظيفتين رئيسيتين هما القياس والتوصيل أو الإفصاح بالنسبة للوظيفة الأولى وهي ألف القياس Measurement نجد أن هذا القياس في المحاسبة يهتم بخمسة أشياء هي أولاً أو رقم واحد الاعتراف Recognition في هذه المرحلة نقوم بتحديد أنواع العمليات التي يمكن أن يتم قياسها بشكل مالي لأننا ذكرنا أن نظام المعلومات المحاسبي يركز على البيانات والمعلومات المالية فقط فما هي العملية؟ ثم ما هي العملية المالية؟ العملية أو المعاملة للترانزاكشن هي حدث اقتصادي متكامل وقع أو تم بالفعل وليس حدثاً متوقع الحدوث في المستقبل ونحن في علم المحاسبة نقتصر فقط على العمليات المالية Financial transactions لكي يتم قياسها فالعملية المالية هي الحدث الاقتصادي الذي يترتب عليه سداد أو الالتزام بسداد نقدية نحن نتحدث في نقدية أو تحصيل أو الالتزام بتحصيل نقدية من الغير هي عملية يتم التعبير عنها بشكل نقدي يعني هقدر أكتب جنب أي رقم فيها كلمة الريال في هذه الحالة هذه عملية مالية تدخل في القياس المحاسبي أي يتم الاعتراف بها أما إذا كانت عملية غير مالية ولا يترتب عليها أي معاملات نقدية سواء فورية أو مؤجلة هذه لا تسمى عملية مالية في المرحلة التالية نحدد خاصية معينة لكي يتم قياسها يسمى ذلك برقم 2 القياس الكامي quantitative measurement هنحدد هنا خاصية معينة نعبر عنها بالنقود والخاصية التي يمكن استخدامها أو قياسها كميا باستخدام واحدة النقد هي ما يسمى بالتكلفة التاريخية يعني الرقم الذي تم استخدامه في إتمام العملية في الماضي بعد ذلك الخطوة التالية وهي خطوة التسجيل recording هي تسجيل العمليات المالية في دفاتر وسجلات بتسمى بالدفاتر والسجلات المحاسبية وطبعا دي نتناولها بالتفصيل إن شاء الله في الفصل الثالث وهو الخاص بالنظام المحاسبي من حيث المقاومات والإجراءات لكن باختصار شديد هذه الدفاتر تكون وظيفتها إثبات العمليات عادة طبقا لتاريخ حدوثها ثم بعد ذلك يتم فرزها أو تصنفها وهي المرحلة التالية اللي هي تسمى بمرحلة التبويب رقم 4 classification في هذه المرحلة نقوم بتبويب العمليات التي تم تسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية في مجموعات متشابهة بحيث يتم تخفيض العدد الكبير من التفصيلات إلى عدد ملائم يمكن الاستفادة منه يعني هنقوم بتجميع كل ما هو متشابه في مجموعات واحدة يسمى ذلك بالتبويب أو التصنيف أو بالفرز ثم يلي ذلك في المرحلة الخامسة في وظيفة القياس وهي التلخيص إن عايزة استخلص بعض الأشياء المفيدة وما هو مفيد للمستخدم سمناه فيما سبق بالمعلومات نريد بعد الخطوات السابقة أن نصل إلى المعلومات ثم نقوم بعد ذلك في عرضها أو تقدمها لمن يستخدمها فيما يسمى بالتقارير المحاسبية أو تسمى أحيانا أيضا بالتقارير المالية الاثنين بمعنى واحد هذه التقارير تفع عادة باحتياجات متخذ القرارات من المعلومات لأنها تقدم أو تعرض أو تقدم إلى هؤلاء المستخدمين كان الوظيفة الأولى للمحاسبة أنها بدأت بتحديد الأنواع العمليات التي سوف يتم إجراء العمل المحاسبي عليها وصلنا منها في النهاية إلى معلومات لتبقى لنا أن هذه المعلومات يجب أن تقدم لمستخدميها وهو ما يسمى بالتوصيل communication أو الإفصاح disclosure وهو يعني توصيل المعلومات التي تم الوصول إليها في الوظيفة السابقة نتيجة القياس المحاسبي إلى الأطراف ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية وطبعا هنا فيه تفاصيل كثيرة يعني أن هذا التوصيل يكون في التوقيت المناسب وبالتكلفة المناسبة وبالتفصيل المناسب وهناك يعني تفاصيل كثيرة فيما يخص الإفصاح يكفي فقط أن نقول أنه بصفة عامة يهدف إلى توصيل المعلومات إلى مستخدميها يتم ذلك باستخدام أداة أو وسيلة تسمى بالتقارير المالية or financial reporting التوصيل